مياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوة متابع البرنامج شكوة من أحد المواطنين بأليوب بجوار عزبة الغنامة شارع سليمان شومان وشارع محمد عز العرب وشارع ثالثة التقسيم السياحي حود العبيدة العبيدية 18 الناس دي عايزة إيه؟ برضو الصرف الصحي المساعدة لتوصيل الصرف الصحي مع العلم أنه تم توصيل الصرف للشعور على المجاورة ووقفين عند الشارع ده من فترة ده كلام جميل جدا احنا هنا ايه فندم في عزبة الغنامة شارع شارع محمد عز دفقاني محافظة ده رئيس الأليوبية الشكوة اللي فاتت كانت في المينيا في بني مزار دي في الأليوبية نفس المشكلة برضو بس على اختلاف يعني هو نفس الجاة بس على اختلاف شوية تواصلنا مع المهندس ممضوح رسلان رئيس مجلس صدرة الشركة القبضة المياه الشرب والصرف الصحي والأستاذ العزيز والأستاذ أحمد رياض يا أستاذ أحمد رياض ده المهندس ممضوح رسلان هذا الرجل هذا الرجل نشكره نشكره لكن بوجود ناس بتشتغل معاه زي الأستاذ أحمد رياض اللي بنشكره شك جزيل ومحترم وعميق لأنه من الناس ونعمل مسؤول في مكانه اللي بوجودش الكلام ده كتير بس كنت بقوله على أستاذ زمنال سلم لما كانت موجودة في موقعها وما زالت موجودة في موقعها في وزارة الصحة ربنا اديها الصحة وطلطة الأمر هنا برضو الأستاذ أحمد رياض المسؤول الإعلامي في الشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحة هذا الرجل ونعمل مسؤول في مكانه ومتشكرين جداً لأستاذ أحمد على استجابتك وعلى استجابتك الإيجابية وطبعاً يعني عارفين أن الكلام ده أنت مش هتقدر يعني بتنفذه برضو في هذا الإطار وعندك توجيهات أو منظومة من جانب المهندس ممضوح رسلان رئيس مجل صدرات الشركة القبضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللي بنشكره شكراً جزيلاً في هذا الأمر برضو والأستاذ أحمد رياض